فضيلة الإمام الأكبر الأساذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا نتدبر في اسم الله الكبير وهذا الاسم ورد في القرآن مصحوباً باسمين آخرين من اسماء الله الحسنى هما العلي كما في سورة لقمان والمتعال كما في سورة الرعد ما الحكمة في اقتران اسم الله الكبير بهذين الاسمين على وجه الخصوص؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد سؤال وجيه والإجابة عليه مضى في الحلقة الماضية بيان أن كبير لو أخذت مأخزاً لغوياً صرفاً سوف نجدها أنها ممكن أن نتضرق إليها تتضرق إليها صفات الحوادث أو المخلوقات لأن قلنا كبير بمعنى المسن هذا معنى حسي وقلنا الكبير بمعنى المتضخم جسماً أو الأكبر جسماً وأيضاً هذا معنى حسي فلما كان هذا الاسم قد يفهم منه بصورة أو بأخرى أو قد يقود في دلالته أحياناً لغير المتنبه إلى المعنى الحسي فإنه حين ورد في القرآن الكريم ورد بهذا الضابط العليه الكبير والكبير المتعال وتلاحظ الاثنين يفهم منهم العلو فهو الكبير المتعالي علواً مطلقاً بحيث يقطع أي شك في أن يكون هذا الكبير مما يجري عليه المعنى الحسي برضو من الصيغ الجميلة اللي احنا بنستخدمها في بعض الأحيان في التسبيح والتكبيرات الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً ما فضل التسبيح بهذه العبارة؟ طبعاً هو فيه يعني التسبيح هو ذكر الله طبعاً ذكر الله فيه ثم أنه من الصيغ التي وردت بها بعض الأحاديث وخاصة في تكبيرة العيد تكبيرات العيد وخاصة عند الإمام الشافع رضي الله عنه عند الإمام مالك نحن يعني عنده التكبير في العيد هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونتوقف نعم وذلك المالكي يكبرون هكذا لكن عند الإمام الشافع نكمل باب هذه العبارة والحمد لله كثيراً ومنها هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة فاتحاً وطبعا لم يكن مظهره مظهر الفاتح إنما كان مضادئا رأسه الشريف على ناقته فسبحان الله مع أنه لو واحد غيره وفعل به ما فعله أهل مكة وأهله وأخرجوه وكذا وكذا ثم عاد منتصرا وهم في إشارة من أصبعه لو أراد أن يهلكهم لكن دخل وكان يقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده يعني لم يضف النصر إلى ذلك هؤلاء هم الأنبياء لو أي حد تاني كان طبعا يعني دخل وأضاف نكله بأعدائه السادقين نكل وأضاف كل الترتبات يكامل لنفسه لكن هو صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده حان هو تعالى يعني الله مصلى على سيدنا محمد عليه الصلاة والله يعني تجرد من كل العظمة اللي هو دي يعني هي عظمة يعني هو السبب فيها وتنطبق عليه لو أراد تماما لكنه تبرأ من الحاول والطول وأسنده إلى الله سبحانه وتعالى فهذا ورد في التكبيرات العيد عند الإمام الشافع رضي الله طبعا يعني هذا ذكر وهذا تسبيح وله ثواب ترجمة نانسي قنقر